جولة الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي يجري تمهيدها رغم محاولات البعض وضع العراقي من قبل أن تبدأ وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين التقى بالسفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر لبحث الاستعدادات لجولة الحوار الاستراتيجي بين البلدين وهي الخطوة التي وصفها فؤاد بالمحطة المهمة لتأطير الأولويات بين واشنطن وبغداد اللقاءات المتتالية لتهيئة أجواء الحوار المرتقب تأتي في وقت تواصل فيه الميليشيات تهديداتها آخرها اعتراض كتائب حزب الله على الوفد التفاوضي حيث نشر القيادي بالكتائب أبو علي العسكري بيانا اعتبر فيه أن غالبية المجموعة المختارة للتفاوض تتماهى مع المشروع الأمريكي مطالبا بتغيير بعض الأسماء بها تهديدات اعتبرها المراقبون العراقيون غير جادة ومؤشرا على فشل الأحزاب الموالية لإيران في فرض أشخاص بعينهم على قائمة المحاورين مراقبون عراقيون أشاروا أيضا إلى أن الفصائل تدعي أنها متفاجئة بالوفد التفاوضي رغم علمها بتفاصيله التي جرى الاتفاق عليها في عهد رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي كما أن قادة الكتل السياسي على اطلاع تفصيلي بالمجريات التحضيرية للحوار إيران أيضا لا تبدو في حال يسمح لها بالتصعيد أو انتقاد مبدأ الحوار بين واشنطن وبغداد أو حتى أسماء المحاورين وبالتالي يبدو أن اعتراضات الميليشيات الموالية لها لا تتعدى التهديدات الجوفاء منا مصطفى الحدث